السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن الفك السفلي او ما يسمى باسم ماندبول الفك السفلي هو احد العزام المنفردة المكونة لعزام الوجه وهو اكبر عزام الوجه بيتكون الفك السفلي من جزء اين جزء افقي وجزء عمودي الجزء الافقي بيطلق علي اسم body of the mandible والجزء العمودي بيطلق علي اسم ريمس موجود ما بينهم زاوية بيطلق علي اسم angle of the mandible ومشهورة باسم جونيون body of the mandible او الجزء الافقي بيحتوي على بروز من اسفل بيسمى mental brotibrance وبيحتوي في كل نحية على الصقبين بيسمى mental foramen او من دبلر فورامن بيمر منهم كل من المينتا الارتري والمينتا النيرف والbody of the mandible بيحتوي في اعلى على مجموعة بروزات بتسمى الفيولر بروسيس بتستعب الجدور اسنان الفك السفلي اما بالنسبة لريمس بيحتوف اعلى على بروزين بروز امامي وبروز خلفي البروز الامامي بيسمى coronoid brotis والبروز الخلفي بيسمى condyloid brotis وبيبقى موجود ما بينهم سطح مكعر الاسفل بيطلق عليه اسم mandibular notch الكورونيد بروزيس بتتصل به بعض العضلات زي المستر مصل والcondyloid بروزيس بيتمفصل مع المانديبولار فوسة الموجودة في تيمبر البون علشان يكون مفصل التيم جي اللي هو تيمبرو منديبولار جوينت ترجمة نانسي قنقر